أن إلى جديد أحوال طقس بالمغرب حيث أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن عددا من مناطق المملكة ستشهد طقسا حارا اليوم وغدا الاثنين وأوضحت المديرية في نشرة خاصة من مستوى البرتقالي أن عدة عمالات وأقاليم منها السزاق والذهب بجدور بني ملال سمارا الخميسات خريبقا مراكوش وسطات ستشهد اليوم وغدا الاثنين طقسا حارا حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 41 و44 درجة وأضافت النشرة الخاصة أنه من المرتقب كذلك أن تهم زخات رعدية محليا قوية عمالات وأقاليم منها الحوز دارودانت وارززات زاقورا ميدل تخنيفرا إفران اليوم من الساعة الواحدة بعد الزوال وإلى غاية الساعة التاسعة مساء وأشار المصدر ذاته لأن هذه الزخات الرعدية ستكون مصحوبة بحبات البرد